الحمد للرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه نرجعون وقالوا لولا نسل علي آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينسل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض والفائر يطير بجناعه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبقهم في الظلمات من يشه الله يضلله ومن يشه يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أم أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبساء والضراء أعلمهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بسنا تضرعوا ولكن قسط خلوبهم وزين لهم الشيط وما كانوا يعملون فلما نسوا ما تكروا به فتعنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما قدوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فهو في عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وفتب على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم بهم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغدة أو جهرة هل يهدأ إلا القوم ظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنظرين فمن آمن وأصدع فلا خوف عليهم ولا أم يحزنون والذين كذبوا بآيات لا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزان الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هم يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلم يتركون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداد والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله لأعلم الشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون لآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالا ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفوحي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللتم إذا وما أنا من المتدين قل إني على بكينة من ربي وكذبتم به ما عندما تستعجلون به للحكم إلا لله يكس الحق وغير الفاصل قل لو أن عيندي ما تستعجلون به لأطي الأمر بيلي وبينكم والله أعلم بالظالمين وعندهم مفاجح الغيب لا يعلمها إلا هم ويعلم ما في البذر والبخ وما تسقط من ورقة إلا يحلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتغفاكم بالليل ويعلم ما جركم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليبطى أجل مسما ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القافر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم قدوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكوما وأسرع الحاسمين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تطوعا وهفيا لإن أن جاءنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قلوا والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل لبن مستقر وسوف تعلمون وإذا وأيت الذين يخوطون في آياتنا فأعرق عنهم حتى يخوطوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة شكرا